اهلا اهلا يلا حيهم فيلوغ جديد اليوم قررت اصور لكم يوم من ايامي يوم عادي جدا كيف يمشي مع اليوم قررت اني اصوره مثل ما هو طبعا نشوفه انا الصبح ادرس احيانا افطر قبل لا اروح واحيانا ما افطر يعني مزي زي اي واحدة يعني افطر بالشي الموجود مو شرط يعني روتين معين لا عادي شاهي مع يعني مثلا خبزة او شي او مثلا تمرو ماء لبنو كذا يعني عادي اي شي اي شي موجود عادي افطر فيه انا في شي لاحظت علي نفسي اني صايرة احب الشاهي كون ثقيل شوي زمان كنت احبه خفيف بس مع الايام صرت احبه يعني اثقل شوي احس اطعم وفعلا اطعم مو احس لا اصدق اطعم اشوف اليوم الصباح ممرة ما شاء الله تبارك الرحمن الجو ما شاء ما تشوفون يعني ما احتاج انا امدوحو يعني شوفوا انا بصر معكم يعني صريحة انا اخترت فلتر يعني استخدمت فلتر ولكن فعلا ذاك اليوم كان جميل لذلك صورت لو مو بحلو كان ما صورت عادي مشاء الله عفيد يعني هوا بارد تخنف اشتدة تخبرون انا احيانا افطر يعني بوقت الفطوري عندنا واحيانا لا افطر قبل لا اروح في الغالب طبعا واحيانا بعد ما اطلع اليوم بعد ما اطلعت كان عندنا فطور فمحتجتني افطر في الغالب انا ما افطر في المكان يا قبل يا بعد بس هالمرة لا بعد وفطوري في الغالب خبز وعصير يعني واحيانا لا يصلم يعني مثلا انفرحات بالشنطة وكذا عمال انا ما عم لاجهز واش افطر واش ااخذ معي لا لا عادي وادزاه الله خير امي في الغالب هي في الغالب في الغالب هي لتسلي شكوري ادزاه الله خير لا يرفع قدرة ويحفظ جميع المعاتف المسلمين ويخفظ ويرحم من ماتهم منهم خلاص بس بقيل شوي وان شاء الله برجع البيت بس قررت ان اصور لكم الجو طبعا شوف عشان تصورون في الصورة مو كل الصور نفس اليوم عادي انا اجمعهم في الاخير وحطهم مع بعض شوف مشاء الله ستحبك كأنها رسمة مشاء الله تبارك الرحمن انا بس حبيت اوثق لكم وفي الغالب انا صايرة احفظ قبل ارجع البيت انا يعني صح موه مو صعب بس انه يعني انا يعني اشي الهم انه لين ما اخلص الشغلة اين كانت الشغلة فيعني صح انه قد يكون الطبع مو كويس لانه على طول انا بالنسبة لي والفيديو طبعا برعاية التفاح انا ما كنت ادري ان التفاح اه في منسم البرد يعني الخريف والبرد وهذه الاشياء اول مرة ادري نسمى الفيديوهات اللي راحت كانت برعاية الرمان الحين جاوكت التفاح عادي الفيديوهات جاية ما ادري حسب الموجود نشوف هني طبعا طريقة الرجعة للبيت هذا كان غدانا الماكرونة بما ادري وش شو هذي جزر مكرمل وضماط وكذا نختم اخر شي بالبيتزا والحلب بالشاهي واخر شي با اتكلم لكم عن فقرة مهمة جدا اللي هي الستر بعض يعني موضوع بسيط جدا واتمنى لكم تستفدون منه بس خلوكم معنا في حديث بمعنى الحديث ان امرأتنا اتت الى النبي صلى الله عليه وسلم وتصرع وتتكشف فقال يا رص الله ادري قال ان شئتي صبرتي ولكن الجنة وان شئتي دعوت لك طبعا بمعنى الحديث قال اصبر ولكن ادعى الله لي اللي اتكشف فدعا لها هي امرأة مريضة تعتبر والله سبحانه وتعالى يقول ليس على المريض يحرج ومع ذلك يوم صاد بقوى العقلية جهد للنبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله ادعى لي هي تبستر والعفو والعافية في الدنيا والآخرة الآن في زمننا الآن كثير كثير من الناس الله يهدينا وياهم بكامل قوى العقلية بل قد تكون دكتورة وعندها شهادات عليا وسيدة عمال وعندها مناصب وعنده 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 ومع ذلك بكامل قوى العقلية وش تختار تختار انها تتك بين الرجال بكامل زينته وين العقل الحين حين من العقل فينا احنا ولا هي احنا البعض يحسب انه اذا انا كنت يعني ما فيني مرض او علا يعني واضح وصريح طبي يعني ما تعزفنا مريضة لا بأنت مريضة بتفكيرك هذا قد تكوني المريضة بعض الناس ممكن ممكن قد تكون هي يعني لا الهل الله تكون يعني بكامل عشمتها مو بكامل يعني قد تكون محتشمة يعني ولكن للأسف تصير عندها بنات والعيال بخاصة البنات يعني وللأسف يستغلونهم ويصورونهم بها الشوية الميديا يلبسهم هالشورتات وهاللبس الطيق والقصير والمطيب يعني هي الآن ممكن البعض ترى يعني بعض الصغار ما يرضون بس ما لها لا حول ولا قوة ليه لان هي قد تكون مجبرة وقد تشوف انه عادي انا لسه صغيرة اذا كبرت اكيد امه بيتحجمني او يعني بتلبسني شي كويس او انها هي تكون راض تشوف انه أصلا عادي وكل اللي بجي الى يعني يلبسون نفس هاللبس وترى ان الموضوع عادي يعني يعني لو فكرت طريقة مختلفة اكبرت شوي طبعا هذه صعدة سادس والمتوسط ولا كذا تفكر انه اذا يعني انا تغيرت عنه بصر انا مختلفة طيب يعني هو الغاطة الآن على من على الام ولا على البنت لا امستعن صاح